من جانبه أكد المهندس خالد محمد الغريب الوكيل المساعد للموارد المالية والخدمات بوزارة التربية وتعليم أهمية الالتزام بالمعايير والإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا لضمان تمكين المؤسسات من مواصلة العملية التعليمية للسنة الدراسية القادمة وأضاف الغريب أن طرق تنظيم الإجراءات الإدارية كالقبول والدفع ستتم إلكترونيا وشيرا إلى أن استلام الكتب الدراسية ستتم بحسب الاشتراطات الصحية والالتزام بالتباعد الجسدي وتقيد بعدم توزيع أي مطبوعات ورقية إضافية للحد من انتشار العدوى كما ناقش الوكيل المساعد سيناريوهات التعلم في المدارس وطرق التقييم والتقويم المدرسي بالإضافة إلى المناهج الدراسية ودور التعليم عبر الإنترنت والتعليمات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي موضحا أن الخطة التنظيمية المتعلقة بدخول وخروج الطلبة لتفادي الإزدحام أو التجمعات ستتم عبر وضع إرشادات مرئية واضحة على الأرض لتحديد مسافات متباعدة وآمنة أكد الوكيل المساعد على ضرورة توفير وسائل التعقيم في جميع المرافق المدرسية واتباع إجراءات مراقبة التزام شركات التنظيف والتعقيم بالاشتراطات والمعايير المتبعة اشتركوا في القناة